موسيقى الجودو هي رياضة يابانية تقليدية تستخدم فنون القتال للدفاع عن النفس وتتطلب شروطا بدنية خاصة فهي تعتمد على الوزن الضخم وقوته بالإضافة إلى الانضباط العقلي لللاعبين انشئت هذه الرياضة على يد الدكتور جيغورو كانو عام 1882 في اليابان حيث وضع لها القواعد والمبادئ الأساسية كما أضاف لها أساليب فكرية وأخلاقية وبدنية وطور كانو هذه الرياضة انطلاقا من الفن القتالي جيجيتسو وفتح لها المجال للدخول إلى الألعاب الأولمبية رياضة الجود عبارة عن أساليب قتالية لا يستخدم السلاح فيها وهي رياضة ذات قواعد معقدة وتقنيات عديدة والهدف الأساس منها السيطرة على الخصم دون التسبب له بالأذى وتحمل هذه الرياضة قواعد وقوانين يجب اتباعها عند ممارستها مثل تحية الجود والزي الرسمي للرياضة حيث يرتدي اللاعبان لونين مختلفين عن بعضهما وأرضية الملعب يجب أن تكون بساطا خاصا يسمى تاتامي لامتصاص الصدمات وحماية اللاعب أثناء المنافسة رياضة الأولمبية يعني تعتمد على التنافس الشريف في نفس الوقت يعني اللياقة تجهز الإنسان اللياقة يعني بدنيا في نفس الوقت يعني تتحفزه عشان يكون بطل يدخل في الدورات الأولمبية وبطولات العالمية بعض يعني نادي تحت كلب الرياضة الجودو متحصل على خمسة مواسم على أحسن نادي على مستوى الدولة متحصل على كأساس دولة خمسة مرات مدى تالية في نفس الوقت متحصل على جميع البطولات المراكز الأولى وعننا يعني بنسبة 90% من اللاعب امتعنا منضوين تحت راية منتخب الرياضة الجودو يعني فيه عنا مشاء الله أبطال علمتني كيف يدافع عن نفسي وخلتني أشارك بوايد بطولات الأولمبية واشكر الكباتن على تجهيزهم لنا في البطولات واتمنى إن شاء الله على البطولات قوية وتعرف على ناس يدد يعني خارج الدولة وقد لاقت رياضة الجودو انتشاراً واسعاً واهتماماً كبيراً من الأندية الإماراتية ومنها نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي الذي قدم الدعم الكامل ووفر جميع الاحتياجات المطلوبة لممارسي الرياضة إذ يهتم النادي بطاقات فئة الأشبال والناشئين ويصلط الضوء عليها لما لها من أثر إيجابي وأهمية كبيرة في تعزيز اللياقة البدنية والصحة الجسدية إذن مشاهدين الكرام من الرياضة إلى الثقافة الرقمية يعد تعزيز السلامة الرقمية عنصراً مهماً لتحقيق جودة الحياة الرقمية التي تمثل محوراً أساسياً لجودة الحياة وفي فقرة الآتية سنلقي الضوء على طريقة تطبيق السلامة الرقمية دعماً للأهالي في الحفاظ على السلامة الرقمية لأطفالهم وحمايتهم من مخاطر العالم الرقمي والافتراضي فدعونا نرحب الأستاذ خالد المنصوري مدرب تميز مؤسسي وتحول رقمي مساء الخير أستاذ خالد مساء النمور أهلاً وسهلاً حياة الله وهالمواضيع الشيقة حقيقة الحقيقة هي سلسلة من الحلقات حول الثقافة الرقمية وكذلك التحول الرقمي والحقيقة السعداء بوجودك اليوم معنا وفي هذه السلسلة السابقة كلها والله العالم الرقمي الآن عالم أصبح واقع نتكلم عن أكثر من أربع مليار نسمة هم موجودين على العالم الافتراضي وبالتالي نحن نعيش في ذلك العالم الافتراضي أصبح اليوم أول ما يقضنا من النوم هو جهازنا الذكي ويرافقنا طول اليوم ويودعنا قبل النوم وهو كاتم أسرارنا وحافظ لكل أوراقنا وخلنا نقول الأمور الشخصية لنا هو أيضا يعني الآن يحرك هو العمل وهو الشركة وهو يعني بالنسبة لنا أصبح حياتنا كلها ولليل قاطع علينا نعم فبالتالي تعزيز ثقافة أمن المعلومات والسلامة الرقمية أصبح شيء مهم جدا جزء لا يتجزأ حقيقة من السلامة الصحية والسلامة النفسية نعم إذن نتحدث اليوم عن السلامة الرقمية ماذا نقصد أستاذ خالب السلامة الرقمية ولماذا نحتاج بأن نفعل مفهوم السلامة الرقمية لدى أطفالنا نعم عالم الإنترنت وعالم الافتراضي اليوم هو عالم كبير في التدريب وفيه التعليم وفيه يعني التوجيه ولكن أيضا فيه التحرش وفيه التنمر وفيه أشياء كثيرة أدت إلى يعني حقيقة استحداث خلنا نقول تخصصات طبية جديدة في مجال مشاكل الرقبة والمشاكل النفسية الكبيرة فبالتالي الاهتمام بالسلامة الرقمية مهم جدا خصوصا حقيقة مع الجيل الجديد الجيل الجديد الذي يعني لا يحترم خلنا نقول الخصوصية وحب أن ينشر كل خصوصياته ومعلوماته في العالم الفضائي والعالم الافتراضي نعم أعتقد يعني نحتاج إلى أن نثقف وأن نركز أكثر على هذا الموضوع اليوم استاذ خالد لأن إتاحة كل هذه المعلومات لألملأ هو أمر غير جيد الحقيقة هناك تبعات سيئة بالمستقبل وكذلك على هذا الفرد أو على هذا الطفل لا يدرك مخاطر هذا الأمر إن كان حتى ترصد لهذا الطفل أو حتى إذاءه مستقبلا صحيح نعم أولا اليوم رسالتنا راح تكون موجهك بشكل كبير إلى أولياء الأمور لأن هم ما زالوا يعني الموجهين للأطفال وهم المتابعين وهم المسؤولين عن السلامة الرقمية للطفل اليوم فيه تنمر كبير حاصل في العالم الافتراضي والطفل يعني يقضي أوقات كثيرة في هذا العالم فبالتالي اليوم راح نوجه رسال كثيرة حقيقة إلى أولياء الأمور لأن السلامة الرقمية أصبحت جزء لا يتجزأ من العالم الرقم الذي نعيش فيه نعم في السابق كنا نذكر السلامة المرورية وكنا نذكر السلامة الصحية اليوم دخلنا موضوع كبير تهنى في متاهة أستاذ خالد ألا وهي السلامة الرقمية وجودنا في هذا العالم كما ذكرت يعني أصبح الهاتف ملازما لنا أصبحت حياتنا كلها في هذا الجهاز لذلك اليوم نريد طرق نريد أساسيات في السلامة الرقمية نعم والله أنا أحب أبدأ وأقول يعني لولي الأمر كن مسؤولا ولكل فرد موجود مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة نقول كن مسؤولا فأنت مسؤول اليوم عن أي شيء تسويه في العالم الافتراضي أي كلمة تقولها أي خبر تنشرها أي صورة فأنت مسائل عليها حقيقة فأولا أنا أحملهم المسؤولية أنك أنت تكون مسؤول لأن الآن في عندنا قانون للجرامة الإلكترونية اليوم أنت ممكن يعني ترمي كلمة فيها تحرش فيها تنمر وبالتالي يعني تعامل كجريمة إلكترونية وبالتالي لها توابع كثيرة فبالبداية لازم أكون يعني كلامي موجه لولي الأمر أنك لازم تكون مسؤول عن ما يعني تنزل في العالم الافتراضي أو في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وثم أقول كن آمنا حقيقة نشرك لمعلوماتك الشخصية يجب أن تكون مقننة اليوم ما في داعي تنشر رقم هاتفك وعنوان بيتك وصورك لأنه ممكن فيه متصيدين ومع تطور التكنولوجيا بشكل رهيب أيضا من ناحية الثانية المرضى النفسيين والمتحرشين وأيضا نقول المخترقين كلهم قاعدين يطورون أساليبهم وعندنا قصص كثيرة في مجال يعني اليوم المجالات التي هي كثير من الناس فقدت أموال وأيضا صار في احتيال وانتحال شخصيات وتهديد وابتزاز وشغلات كثيرة الحمد لله دولة الإمارات هناك يعني جهود مبذولة في هذا الأمر وفي ضبط هذه الأمور الإلكترونية والإفتراضية ورد الحقوق لأصحابها الحمد لله أستاذ خالد اليوم نعود إلى موضوع السلامة هل هناك مؤشر هل هناك مستوى معين على ولي الأمر أن يدركه في موضوع السلامة الرقمية نعم حقيقة أولا بالنسبة للسلامة الرقمية للطفل لو نبي نتكلم عنها بشكل أولا يعني خلونا نعمل مبادرات في المنزل لنكتشف الانترنت مع بعض فبالتالي ولي الأمر يكون القدوة الحسنة لابنة وأبناء في البيت كيف عملية التصفح في الانترنت وأيضا يتابع ويراقب ويوجه من بعيد لبعيد ويشوف مدى اهتمام الولد وأيه المواقع اللي هو يحب يدخلها فبالتالي يوجهها إلى المواقع الجيدة والانترنت مليئ حقيقة بالأمور التعليمية والأمور الجيدة ولكن من ناحية أخرى أيضا يعني يجب أن يراقب الولي الأمر الطفل بما يعني ينشره من أمور شخصية وأيضا ما ينشره من ويتعرف على أصدقاء كثير في العالم الافتراضي وهؤلاء الأصدقاء يمكن في البداية يمارسون مع هندسة الاجتماعية نسميها في عالم السلامة الرقمية والهندسة الاجتماعية هي ليست اختراق إلكتروني وليست هجوم إلكتروني ولكن هو شخص يلعب بسيكولوجية الطفل بحيث أن أولا يكسب الثقة ويبدأ الطفل يشيل كل أنواع التحذيرات وبالتالي يكسب ثقة الأطراف الأخرى ويبدأ يعطيهم نقاط ضعفة معلومات الشخصية وهناك من يتربص في الانترنت لهذه الأمور وبالتالي يبدأ في استغلال هذه الأمور والابتزاج خصوصا أيضا عند بناتنا يعني مشاركتهم لبعض الصور بعض المعلومات تؤدي إلى الابتزاز المالي يعني الآن في عام 2023 يعني سنة من الآن تقريبا الابتزاز المالي عالميا راح يوصل إلى 6 مليار دولار فهذا يعني سوق كبير للمخترقين والمتنمرين والمتحرشين في عالم الانترنت اليوم الكسب المادي وراء هذا الشيء صار كبير والابتزاز صار كبير أيضا نعم إذن هناك كثير من المبادرات ذكرت أستاذ خال بأن يكون ولي الأمر يطرح في منزله بين أطفاله وأبنائه ماذا عن بعض البرامج المخصصة هل على ولي الأمر بأن يدرك كل هذه البرامج كل هذه التطبيقات التي تحفظ له كينونة منزلة تحفظ له أطفاله في جعل حساب يعني إلكتروني واحد وينبثق منه حسابات لأطفاله والله في مبادرات كثيرة لكن أولا المهم جدا بين الولي الأمر كسب ثقة عياله هذا شيء مهم بحيث أن أي حدث يحصل لهم في الانترنت من ابتزاز أو من تنمر رقمي يعني يفصحون له وبالتالي هو يلجأ إلى القنوات الرسمية في دولتنا أيضا يعني الطفل في العالم الافتراضي يحب الفضول ويحب التنقل من موقع إلى آخر فبالتالي مراقبة ولي الأمر إلى ما يفعله الولد من فترة إلى فترة مهم جدا إذن أنت حصولك على الرقم السري لهاتف الجوال لابنك أو يعني الكمبيوتر هذا شيء حقيقة ضروري خاصة لما نتكلم عن أبناء تحت الـ 12 سنة اليوم في طرق كثيرة ممكن أنت تكسب ود الولد وتكسب ثقته بحيث أنه يشاركك بما هو يحبه وحقيقة يعني أهم شيء في الموضوع أنك أنت تكون قدوة وتعزيز ثقافتك الرقمية مهم جدا لأن هذا الجيل سابقنا كثير في المعلومات وبالتالي أنت يجب أنك أنت تواكب معه الفضول وتواكب معه أيضا التكنولوجيا نعم استاذ خالد في بعض الأسر يعني عندهم الحرية مفتوحة يقولون أن مثلا هذا الطفل نترك له الحرية نترك له لنا لو رقبنا ممكن يتعب نفسيا كيف نحن ممكن نرد عليهم هذه الفئة؟ والله اليوم اليوم أكثر من 66% من أولياء الأمور لا يعرفون أبدا هذه إحصائيات رسمية موجودة من شركات يعني معروفة في مجال البحوث 66% من أولياء الأمور لا يعرفون أي شيء من ما يعني قوم فيه الأولاد والأبناء في العالم الافتراضي وهذا مؤشر خطير جدا اليوم يعني احنا ما نقول عيالنا يدخلون على العالم الافتراضي احنا عيالنا اليوم عايشين في العالم الافتراضي تقريبا العزل والعزال تام عن الواقع وعن العالم الواقعي الذي نعيشه وبالتالي ولي الأمر مهم جدا أنه يكون يعني الموجه الدائم والمراقب الدائم لما يحصل لأبناءه وبناته في العالم الافتراضي مثل ما قلتنا اليوم في عندنا تنمر التنمر بأشكال مختلفة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي أيضا في الألعاب التفاعلية الموجودة اليوم عيالنا مدمنين عليها حتى في الرسائل النصية القصيرة يصير في عملية تنمر وتحرش رقمي بعيالنا فبالتالي اليوم فتح قناة وبناء جسور من التواصل بيننا وبين عيالنا مطلوب جدا نعم إذن هذه الجسور يجب أن تكون ذات قواعد متينة فيها الثقة كما ذكرنا وفيها كذلك يعني المراقبة المراقبة الصحيحة ليست المراقبة التي تقتل وقد تجعل هذا الطفل أو هذا الناشب أن ينفر من والدي نعم حقيقة أنك تكون قدوة حسنة أنك تعرف اهتمامات الولد وأنك أنت تبين له أن حتى لو فرضنا أنك دخولك لمواقع معينة أن هذه مواقع للبالغين وفيه مواقع أخرى تعليمية للأطفال فبالتالي عملية الحوار مع الطفل أصبح شيء مهم جدا نعم إذن هذا بالنسبة للطفل ننتقل إلى محور آخر نذهب إلى موضوع فئة أكبر فئة الشباب فئة الموظفين أهمية وجود السلامة الرقمية نأتي لفئة الموظفين السلامة الرقمية مهمة في معلومات العمل في بعض الأمور التي يجب أن نداريها وأن نؤمنها وفق كلمة مرور معينة فكيف لن تحدث عن السلامة الرقمية في محيط العمل نعم حقيقة بالنسبة للموظف اليوم السلامة الرقمية أصبح مطلب وتعزيز الثقافة الرقمية والسلامة الرقمية حقيقة مهمة جدا بالنسبة للموظفين خط الدفاع الأول هي كلمة المرور وكلمة المرور يجب أن تكون حقيقة صعبة وطويلة ومتغيرة بشكل لأنها تعتبر خط الدفاع الأول أيضا أنا دائما أنصح أن اليوم الشبكات المفتوحة والواي فاي في المقاهي وفي المطارات هذا تعتبر مكان خصب لأي متحرش متنمر أو مخترق للحصول على معلومات مؤسسية خطيرة ممكن نقول فبالتالي عندما أنت تدخل على الشبكة الداخلية للعمل أو على حسابك البنكي يجب أنك تتأكد أنك أنت داخل من شبكة مغلقة تثق فيها وليست واي فاي مفتوحة هذا شيء مهم تتأكد أن الموقع يبدأ بكلمة HTTPS وهي يعني عبارة عن موقع مؤمن وليس موقع مفتوح أيضا على موظفين لليوم الاحتياط لما يكون في أماكن مفتوحة ما يشارك بالحديث عن استراتيجيات معينة لأن اليوم الاستراق للسمع أيضا ممكن يعني يتم اختراق معلوماتك بحيث أنه يسترق السمع وبالتالي يحصل على كلمة مرور يحصل على رقم سري فهذه الأمور أنت لا تتكلم عن أمور العمل اللي لها علاقة بالعمل أثناء أيضا تراسلك بالإيميل وارسالك وارفاقك لبعض الأوراق أو البحوث أو الاستراتيجيات المهمة يجب أن تأخذ الحيطة والحذر فيها عندما تنزل أي تطبيق على هاتفك الجوال أيضا يجب أن تتخذ بعض الأمور اللي لها علاقة بالبيروسات الخبيثة وأيضا بعض التطبيقات اللي يجب أن تكون مؤمنة وخالية من أي برامج خبيثة ممكن تتصنط عليك هذه البرامج أستاذ خالد أو التطبيقات هناك تطبيقات تكون بالفعل مزروعة في هاتفنا لا ندري ما بها لا ندري ما بها من التجذر ربما التجسس على بعض الأمور فعلى كل شخص بالفعل يتيقني لأهمية وجود تطبيق مؤمن نعم صحيح بالنسبة للتطبيقات يعني اليوم بالنسبة للهاتف المتحرك أو الهاتف الذكي بالنسبة لنا يعني جزء كبير من حياتنا نقضيه مع الهاتف مع الشاشة الصغيرة فبالتالي يجب أن تتأكد من أمور كثيرة بالنسبة للتطبيقات لا تنزل أي تطبيق إلا يكون من متجر رسمي يعني اليوم متجر لشركة أبل أو لشركة الأندرويد المتجر الرسمي اليوم في بعض البرامج نقول تكون بفلوس ومقابل المادة وبعضنا يروح إلى بعض المواقع من الإنترنت وينزلها وهي مخترقة ولكن أنت لا تدري ولا تعلم ما يعني زرع من برامج خبيثة موجودة في هذا التطبيق فبالتالي تنزيلك للبرنامج أو التطبيق من الموقع الرسمي مهم جدا اعلم تماما كل ما تنزل شيء وتقول مجانا يعني خلنا نقول القيمة هو أنت ومعلوماتك الشخصية فبالتالي يجب أنك أنت تأخذ الحذر موضوع أيضا مثل ما ذكرنا الواي فاي المفتوح هذا ممكن يؤثر على هاتفك النقال ويتم اختراقه بطريقة أو بأخرى حقيقة فيه أمور كثيرة بالنسبة للمخترقين الاختراق هواتفنا النقالة منها أيضا في بعض الأماكن في المقاهي يوجد عبارة خلنا نقول احنا يعني الشحن الخبيث أنك مجرد أنك تحطي جوالك وبالتالي ما تعرف أنت خلف الطاولة ممكن هناك يتم سرقة يعني معلوماتك صورك وبالتالي أيضا كن حذر يا أنك تشحن هاتفك الذكي في البيت أو يكون عندك نقول الباوربانك ولكن الهاتف يعني بالشحن الخبيث هذا ممكن يتم عملية سرقة معلومات من هاتفك الذكي أيضا بالنسبة للهاتف الذكي ممكن عندما تقوم بصيانته عند أي محل غير ثقة ممكن أيضا تتم اختراق هذا الجوال وسرقة أمورك الشخصية ومعلوماتك وصورك فبالتالي يجب أنك تروح إلى مراكز صيانة تثق فيها وأيضا عندما تتقرر أنك أنت تستبدل الهاتف الذكي يعني فيه أمور كثيرة لازم تقوم فيها أنك أنت تقوم بعادة الهاتف الذكي إلى أعدادات المصنع ولكن حقيقة ليست بكفاءة خاصة عندما نتكلم مع أخواننا الموظفين في أمور حساسة أخواننا الموظفين في النطاق العسكري والشرطي حقيقة أنا أفضل أنه لا يستغنون عن هاتفهم وإذا غير الهاتف يعني يحيله للتقاعد ويخليه في البيت أو يعدمه لأنه ممكن بأي طريقة أو بأخرى ممكن يرجعون المعلومات نعم إذن أستاذ خارد المنصوري الحقيقة هي ثقافة وسلامة رقمية نحتاج بأن نفعلها في حياتنا إذن كل الشكر لك على هذه المعلومات أهلا وسهلا وشكرا على حقيقة تعزيز ثقافة أمن المعلومات والأمن السيبراني عند عيالنا وعند الفرد في مجتمعنا لأنها مثل ما قلنا مع تطور التكنولوجيا أيضا الطرف الآخر قاعد يتطور بأساليبه لاختراقنا وتنمره والتحرش الأستاذ خالد المنصوري خبير تميز مؤسسي وتحول رقمي شكرا لك شكرا إذن مشهد الكرام في فقراتنا التالية دائما ما يزودنا المبرمج محمد السعيد المزروعي بأهم التطبيقات التي يمكن استغلالها في حياتنا المهنية والعملية اليوم سنتطلع على تطبيق جديد نتابع ولنا عودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني أخواتي اليوم في فقر التطبيق لكل أسبوع معاكم محمد سعيد المزروعي أكيد في من الأيام كنت تبحثون عن قطعة أثاف معينة ساعة يمكن عطر لكن ما قدرتوا تحصلونه هذا التطبيق بوفر لكم أنه ممكن تعرفون المنتج عن طريق الصورة تم إنشاء هذا التطبيق عن طريق شركة جوجل تحت مسمى عدسة جوجل أو جوجل لينس يستخدم خوارزميات عديدة بحيث أن يشوف الصور الموجودة في المحرك ويبدأ يطابق عليها بسم الله نبدأ طبعا التطبيق متوفر على الأب ستور وأيضا مجر بلاي هذا هو شكل التطبيق من الخارج تحت مسمى لينس التطبيق جدا بسيط تدخلون عليه تختارون الكاميرا مثال بسيط اليوم نسوي على النظارة هذه بكل بساطة منيب النظارة وعلى طول منضغط على كلمة البحث طبعا بيعطيكم بدائل مختلفة بأسعارها مثال ذلك نقدر ندخل على طول ودخلنا إلى محرك البحث وننتقل إلى شراء المنتج مثل ما أنتم شايفين من شركة بروتكت طبعا هذا التطبيق وايد بيساعدكم بأنكم تحصلون المنتجات اللي ممكن ما تحصلونها ممكن تكون طاولة من أثاث البيت ممكن تكون ساعة أو يمكن حتى تكون عطر يعطيكم العافية هذا هو تطبيقنا لهذا الأسبوع ونراكم في الأسبوع القادم نشكر المبرمج محمد مزروع على هذه الفقرة الأسبوعية ما الآن عزيزي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي حديث المساء نشكركم على المتابعة ونلتقيكم بإذن الله بحلقات أخرى تقبلوا تحياتي أنا عاشة زعابي وتحيات فريق العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة